الكلمة طيبة هي كلمة تخرج من القلب وتذهب إلى القلب وهي زاد يدخره الله للإنسان في يوم يندم فيه عن كل لحظة ضيعها وكان باستطاعته الاستفادة من ثمرات الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ علي عبد الحميد يأتيكم يومي الثلثاء والجمعة عند الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباحا تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجاح دنيا ودين تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح الأمين تعالوا نبدد سوء الظنون ونعمال ما يجمع المخلصين ونجمع بعده شتات السنين قلوبا تضيء على العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات أينما يصلكم بث قناة التناصح المائية والمسموعة داخل البلاد وخارجها وحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير أهو يتجدد بكم اللقاء من جديد لبرنامجكم الكلمة الطيبة والذي يأتيكم يومي الثلاثاء والجمعة على تمام الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباحا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر شعبان لعام ثلاث واربعين واربعمائة وألف للهجرة الموافق للسابع من شهر مارس لسنة اثنتين وعشرين وألفين للميلاد حلقة اليوم تحمل الرقم 100 اكتملت المئة الأولى ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعلنا جسرا يوصل بنا إلى الجنة ثم يقذف بنا في النار إنه سميع مجيب هذه هي المئة الأولى من حلقات هذا البرنامج ولذلك عنوانا حلقة اليوم عنوانا له علاقة بالمئة علو الهمة في الإسلام فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهمة العالية حتى نستمر في هذا البرنامج حيث نوصل رسالتنا ونصائحنا إلى أنفسنا وإلى أحبابنا المتابعين عبر قناة التناصح المرئية والمسموعة يسروني أن أستقبل مكالماتكم ومهاتفاتكم على أرغام هواتف البرنامج والتي ستظهر اتباعا أسفل الشاشة 091-039-991 و 021-360-01-05 021-360-01-05 أجدد لكم التحية أحبتي في الله من جديد الهمة ما هي الهمة؟ طبعا التعريف في اللغة لابد واضح ما هم به الإنسان من الأمر ليفعله يخطر في بال الإنسان تصورات وحاجات بيصلها هذه يسمى فيها همة فيه اللي الهمة متاعها عالية يريد أن يصل إلى مستويات عالية وفيه اللي همته تحت الرجلين أما في الاصطلاح فهي الباعث على الفعل وعرف قال لك بعضهم علو الهمة بأنه استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور يعني مثلا عند طموح في الوصول إلى معالي الأمور في كل شيء يراه والهمة وعلو الهمة في العبادة وفي العمال وفي كل شيء الإنسان لازم ينبغي في تربية الأبناء يعني أن يكون همة الإنسان مثلا عند علو همة أنه والله بصرحة في بعض الناس عند همة يقول لك أنيني بأبنائي يطلع كلهم دكاته ومهندسين هذه همة عالية حقيقة وفعلا هناك من نجح في وصوله إلى هذه الهمة فرباهم وصحف عليهم وفيه اللي يقولني الهمة امتاعي نبي الرب أبنائي على القرآن وعلى حفظ كتاب الله عز وجل ويتبنى لأبنائه مشروع حفظ كتاب الله عز وجل فهذه همة عالية جدا هناك من وصل إلى هذه الله فكل إنسان همته عالية لا يرضى بأي قمة وصل إليها دون مبتغاه قد يكون حتى المبتغى اللي وصل إليه جيد لكن هو لا يريد يعني إذن هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور مثلا شخص في سباق مثلا عدو الهمة امتاعه أنه ينجح الترتيب الأول فهو لما ينجح الترتيب الثاني عند عند يعني ما كينناش نجحه وغم أنه حتى هي همة فلذلك الإنسان عندما يكون ذا همة عالية صاحب همة عالية دي ما يعلي صقف المطالب امتاعه أعطيكم مثالا مثلا حول موضوع الصلاة في بعض الناس همته الهمة امتاعه إنه مثلا تعود أنا أعرف أشخاصا فيه لليه 30 سنة وهو يأتي قبل أذان الفجر إلى المسجد بساعة أعرف منهم أشخاص هذا صاحب همة هذا صاحب الهمة هل تتصور هذا الشخص الذي همته عالية هل تتصور إنه تلقاه فايتاتة صلاة الجماعة مستحيل لأن الهمة متاعه أكبر يعني همة عالية لذلك يمكن يمكن أعلى ما في الأمور أو أكثر ما في التقصير لما تكون همة يمشي للفجر قبل الفجر بساعة ممكن تلقاه في يوم يعني يأخذ النوم يجي قبل الأذان بخمس دقائق مستحيل أنه تلقاه مسبوق أو تلقاه فايتاتة صلاة الجماعة في بعض الناس همته أنه يصلي مع الجماعة همة أنه يصلي مع الجماعة ويحضر تكبيرة الإمام والصف الأول مع الجماعة حتى هذا أيضا صاحب همة عالية مستحيل في الغالب تلقاه مثلا مسبوق لأنه الهدف متاعه عالي وسقف المطالب متاعه عالي شخص آخر عنده هم يصلي مع الجماعة عنده يسمع الأذان وبعدين ينوض بعدها بعشر دقائق يقوله بربع ساعة يتوضى هدفه صلاة الجماعة ما يهماش أنه يفوت ركعة والله ركعتين هدف الغالب تلقاه مرة يتبلد معه لأن سقف المطالب متاعه يعني يعني واطي يعني واطي ولذلك أنت أعلي سقف المطالب متاعك بش تلقى أنت والحق سوا يعني خلي سقف المطالب متاعك والهمة متاعك هو إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام تضمن بإذن الله صلاة الجماعة ما تفوتك لكن كان هدفك أنك نزلت من طلبك ومن الهمة متاعك فش تلقى روحك تلقى روحك أحيانا تبلد معك هذا السقف شخص آخر ما يصليش في المسجد لكن الصلاة مثلا محافظ عليها هذا عادي يصلي الظهر مع العصر والعصر مع المغرب وما عنده ليش لأن الهمة متاعها وهكذا تتفاوت سقف المطالب عند الناس فكلما كانت همتك عالية وزدت في سقف المطالب وكانت يعني ولذلك الإنسان اللي محافظ على حضور تكبيرة الإحرام مع الإمام لما تفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام يشعر بأنه يتأسف بأسف ذلك الشخص الذي فاتته صلاة الجمعة ليش لأنه محافظ على هذا السقف هذا معنى استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور يعني الإنسان المسلم ينبغي أن يكون سقف مطالبه عاليا جدا إذا كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم دي معالي سقف المطالب أمتعك يعني هذا معنى علو الهمة ولذلك يا سبحان الله في موضوع الصلاة بالذات تجد أناس ربما حتى عندهم أعذار في التأخرة عن صلاة الجماعة تجد إنسان مثلا مريض والله رأيته في مساجد كثيرة بعض الناس الذين أصيبوا بشلل تام شلل شلل تام ويأتي على كرسي كرسي المتحرك الخاص بالمقعدين ومحافظ على صلاة الجماعة أكثر من حفظ من حفاظ ذلك الشاب الذي متعه الله بالصحة والعافية ما عنداش بالله عليكم لما تشوفوا هؤلاء الناس يأتون محافظين على صلاة الجماعة وهمتهم عالية وعند سقف مطالب لدرجة أنه لا يريد أن يفرغت في صلاة الجماعة ماذا تقول لربك أيها الأصحاء ماذا تقولون لربكم أيها الأصحاء هل يساوي المولى عز وجل يوم القيامة في أجر هؤلاء الذين خسروا عافيتهم ومع ذلك يشكرون الله عز وجل ويصبرون على هذا الامتحان ويأتون في البرد والمطر واستياء الأحوال الجوية وكذا وتيقاهم يأتون إلى المسجد محافظين على الصلوات وأنا بهذه المناسبة أشكر كل القائمين على المساجد الذين داروا في حسابهم لما يديروا في بعض الترميمات وبعض التجديدات حساب هؤلاء المقعدين الذين يأتون بكراسيهم حتى يدخلون حتى يدخلوا إلى المسجد ليحافظوا على الصلاة هذا والله عمل حقيقة يذكر فيشكر فجز الله كل من كان سببا في عمل هذه التسهيلات لهؤلاء المعوقين وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجزيهم خير الجزاء فأيضا الهمة هذه مراتبها مراتب لها مراتب عالية جدا لذلك أبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عن أبي كبشة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر هؤلاء هؤلاء الناس الذين يتسولون ويسألون الناس وتلقاه صح كاسب عفيت احنا نقوله يشد الحيط يجيبها يكره الحيط يجيبها فيها وتلقاه تعود على السؤال وعلى المسألة وعلى الاستدرار العواطف وعلى هذه يعني مسألة أو منزلة ينبغي للإنسان أن يترفع عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا فتح باب مسألة فيش عبد يفتح باب مسألة إلا زاده الله فقرا فالإنسان ينبغي له أن يسلك طريق العمل ويعلي من همته حتى يأخذ بالأسباب لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى أمرك الله عز وجل بالأخذ بالأسباب ثم سيرزقك الله عز وجل مما لا شك فيه وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربع نفر هذا فيما يخص علو الهمة عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل شخص علم مال وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق نيتي يقول لو أن لي مالا شوف علو الهمة لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان ذلك الشخص يعني يقولني في نفسي أمم عطاش رب العالمين مال ولكن يقول لو أن الله عز وجل رزقني ذلك المال لعملت بعمل فلان ذلك الشخص الذي يعطي حق الله عز وجل ويساعد الفقراء وهو عبارة عن أمنية فقط مش تعرفون العمل وعلو الهمة حتى بالني يصل إليها الإنسان لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء سبحان الله شوفوا أعلى من همته كانت همته عالية تمنى أن يكون له مال ذلك الرجل المتصدق ذلك الرجل المنفق ذلك الرجل المزكي ذلك فأعجبه كثرة مال هذا الرجل وعجبه صرف هذا المال في وجوه الخير فعبارة عن أمني ربما دارت في خلجات نفسه لكن الله عز وجل يعلم ما في الصدور فلو أن لي مال فلان لو كان عندي المال الذي تحصل عليه فلان لعملت بعمل فلان لتصدقت وأنفقت وربما عاش في بنية المساجد وأنفقت على المدارس وتصدقت على الفقراء وإلى آخره وكان صادقا علم الله صدقه في نفسه شو أرى؟ هذا أهم حاجة أرى الصدق مع الله سبحانه وتعالى أعلى همته وصقف مطالب عبارة عن كل دار في خلجات نفسه لكن ما عنداش مال هو لكن قال لو أنني تحصلت على المال الذي تحصل عليه ذلك الرجل الذي كان قدوة له في صرف المال في وجوه الخير فهو بنيته فأجره ما سوى سبحان الله ذلك الشخص الذي تكبد الصعاب وتجشم الصعاب من أجل أن يتحصل على ذلك المال وأنفقه في سبيل الله ذلك تلك المنزلة التي وصل إليها هذا الغني الذي أنفق هذا المال في وجوه الخير عبارة عن أمنية دارت في خلجات نفس ذلك الشخص فتحصل على أجر هذا الغني وهو فقير فشوفوا وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات شوفوا علوه لما وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل نسأل الله السلام والعافية هذا شخص جاهل ولكن رزقه الله مالا فهو يتخبط ويخبط فيه وينفق فيه في هجوه الحرام ولا يبالي ولا يتصدق ولا ينفق ولا يزكي فهو يعني هذا بأخبث المنازل هذا هذا شوفوا دنو الهمة لأنه ضد العلو التردد والتكاسل والتواني والإهمال هذه كلها مصطلحات مضادة للعلو فهذا همته واطية أهمل همته فكان في أسفل وأدنى المراتب فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يوزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزره ما سواء شوفوا هذا الشخص لا علم لا مال جاهل فقير لكن شوفوا كيف وصل الإنسان بنيته إلى أعلى المراتب يوم أن رأى ذلك المنفق المتصدق صاحب المال الوفير الذي ينفقه في وجوه الخير فتمنى أن يكون له مثل ذلك المال كي ينفقه في وجوه الخير مثل هذا الغني فوصل إلى مرتبة عالية بدون فلوس ما وصلش لفلوسه أصلا لكن أعطاه الله عز وجل لأن الله عز وجل علم صدق ما في نفسه فأعطاه أجر مثل ذلك الغني الثاني لا علم لمال لكن يشوف في شخص ينفق في المال في وجوه الشر لا يتصدق ولا ينفق وينفق في وجوه الشر فهذا الفقير تمنى وعجب تصرف هذا هذا الغني الذي لا ينفق المال في وجوه الخير فقال لو أن لمال ما حصل الشر هو نفس الأمن يمتع الأول أمنية الثاني إلا أن الأول تمنى أن يكون له مال فينفق في وجوه الخير والثاني تمنى أن يكون له مال فينفق في وجوه الشر فهم سبحان الله ذلك المتمني أن يكون له مال ينفقه في وجوه الخير وصل إلى مرتبة ذلك الغني المنفق وهذا وصل إلى مرتبة ذلك الغني الشرير الذي ينفق في المال في وجوه الشر فهذا وصل إلى مرتبة وذلك وتحصل على مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغني شيء وهذا تحصل على وزر هذا الغني من غير أن ينقص من وزر هذا الغني شيء فوزره ما سوى فعجبني هذا الحديث أحببت أن أشارككم فيه حتى تعلموا علو الهم أحيانا يكون بالنية الصالحة قد يصل الإنسان بنيته وبعلو همته إلى مراتب الصالحين مجرد صدق النية مع الله سبحانه وتعالى وذلك لازم دائما وأبدا نضع نصب أعيننا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث الذي بدأه علماء الحديث واستفتح به جل علماء الحديث في كتبهم يبدأون بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات إذن مراتب الهمة عديدة منهم من يطلب المعالي بلسانه وليس له همة في الوصول إليها إنساني يتكلم خلاص عنده بندير 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 لكن في حقيقة الأمر هو ليس مجرد لسان فقط ويصدق فيه قول الشاعر ومانيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا هذا موجود ومنهم من لا يطلب إلا سفاسف الأمور ودناياها ويجتهد في تحصيلها وهذا في الغالب هؤلاء الناس الذين يكونون في طريق الشر عندما يلتزمون ويتوبون إلى الله عز وجل يكونون دائما في طريق الخير ويكونون في سباق للخيرات لأن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه وفريق آخر أو مرتبة أخرى فريق ساقط الهمة يهوي يهوى سفاسف الأمور ويقعد به العجز عنها فهو من سقط المتاع فهو من سقط المتاع يعني أم نيتا دائما وأبدا وأمانيه تدور في فلك سفاسف الأمور ما عنداش حتى حاجة يريد أن يصل إليها وعندها فيها شيء من العلو والرفع والسمو فهذا من سقط المتاع أعلى الهمم من تسم مطالبه إلى ما يحبه الله ورسوله هذا هو أعلى المطالب وأعلى الهمم ولذلك لما نتكلم عن 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 علو الهمة دائما وأبدا علو الهمة في كل شيء طيب راه راه الإسلام يا ناس يا أيها الإخوة يا أيها المستمعون الإسلام يدعو إلى أن يكون الإنسان صاحب مال وهو ما فيش تعارض ربما يفهم الإنسان لما يتكلم على علو الهمة أننا نتكلم على المفهوم الظاهر للعبادة والذي يختزله كثير من الناس لما تتكلم على العبادة طول يتبادر إلى دهن الناس العبادة المعوفة هذه كالصلاة والصيام والنفقة وصلة الرحم وإحنا قلنا العبادة مفهوم العبادة أن يكون الإنسان عبدا لله عندما يكون الإنسان عبدا لله ويحقق هذا المفهوم يصبح عمل للإنسان كله عبادة حتى نوم حتى أكل حتى شرب حتى نزه وابتسام وخروج للزرادي وللنزه هذه كلها عبادة لله عز وجل داخل يمكن أن يترجمها إلى واقع عبادة لله عز وجل تكون في ميزان حسناته إذا هو أخلص النية لله عز وجل وجدد النية وجعل وعرف حق المعرفة مفهوم العبادة لله سبحانه وتعالى فالإسلام يدعو إلى أن يكون الإنسان صاحب مال وصاحب ثروة وصاحب نعم هذا يرى ما فيش تعارض ما يرى الإنسان الإسلام ضد الفقر ضد إن عم الإسلام يريد منا أن نكون أغنياء الغني المنفق المتصدق الذي دائما وأبدا تكون بصمته واضحة في أماكن الخير وفي بناء المساجد وفي بناء المدارس القرآنية وفي يعني هذا وفي التصدق على الفقراء وفي إغاثة اللهفان وفي هذه كلها يدعو إليها الإسلام أو هو الإسلام موش هو زي ما يعتقد كثير من الناس أنه زهد وأنه أنك تتعدد قعمس في الجامعة وتعيش لا الإسلام أوجب على الإنسان السعي خلف لقمة العيش وذلك النفقة على الأبناء وعلى الزوج وعلى هذه واجبة من الواجبات التي أوجبها الإسلام فالإنسان لابد أن يكون صاحب همة عالية توصله إلى معالي الأمور فالإسلام يدعو إلى أن يكون الإنسان صاحب مال وصاحب ثوة ينفقها في سبيل الله ويتصدق ويزكي وحتى يحصل بها على الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى فهذه من أعلى الهمم همة من تسم مطالبه إلى ما يحبه الله ورسوله وله أمثلة كثيرة ربيع بن كعب الأسلم الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اسأل ماذا تريد فقال أسأل مرافقتك في الجنة يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله شوفوا علوه الهمة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال شن تبي وشن ماذا تريد قال لا أسألك يعني أريد أن أرافقك في الجنة شوف علوه الهمة كيف يكون الإنسان عاليا همته عالية فعكاشة ابن ابن محصن قال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله فهذه الهمة العالية التي تجعل الإنسان دائما وأبدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى ما تقول كثير من الناس حتى في طلب الجنة دائما وأبدا عندهم همة واطية يقول لك والله بعض الناس للأسف الشديد وهذا هذا يدل على الجهل يقول لا والله يعني غير نخش الجنة غير حتى نحصل تلكينة في جنب الباب حتى مش عارف وشني لا يا أخي هذا راه منافي لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى علي ديما سقف مطالبك تعلم أن يكون سقف مطالبك عاليا في كل شي في كل شي راه خلي سقف مطالبك في الطيبات وفي الشي الطيب ديما عالي علي نعم اطلب من الله عز وجل ورفع يديك إلى المولى والهج بالدعاء وبالتضرع وحاول أن تبكي وتتباك واطلب من الله عز وجل أن يرزقك الفردوس الأعلى في الجنة فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى في الجنة أستأذنكم في خروج في فاصل قصير ثم أعود إليكم لا تذهبوا بعيد دعاة إلى الحق لسنا طغاة ولسنا معد لنرضى الحياة كراما حينا ونحيا كرام ونبغي الكرامة حتى الممات ولسنا دعاة لسفك الدماء ولا أن نخاطر بالأبرياء ولا أن نهدد أمن البلاد لديني وأرضي جميع الولاد تعالوا إلى الخير يا مسلم تعالوا لننجاح دنيا ودين تعالوا لنعور بره والحياة بحب وود ونصح الأمين نمد الأياد عند الخطو وندعو إلى الأمن بين الشعوب ونسعى إلى أن يعم السلام إذا القدس عادت لنا عن قريب هي القدس والقدس للمسلمين ولن نترك القدس للغاصبين ولن نستريحه إلى أن تعود هي القدس من صرى النبي الأمين أعالوا إلى الخير يا مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجدد لكم التحية أحبتي في الله لمن يلتحق بنا الآن يمكنكم التواصل معنا على أرقام الهواتف البرنامج 091-039-191-021-360-0105 وعنوان حلقتنا عن علوي الهمة في الإسلام يجي واحد يسأل يقول ما هي الوسائل مثلا كيف تخلي الهمة متاعي عالية وسيلة الوسيلة شنهية الوسيلة هي المجاهدة طبعا المجاهدة يعني مثلا ونحن نقادمون على شهر رمضان بأهي الإنسان اللي من الآن ما تكونش همتة عالية ويراجي في رمضان أم تيجي ويقول أني أم دائر برنامج معين زي ما للأسف الشديد كثير مننا أم دائر برنامج للتخزين الأطعمة ومدائرة حتى للأسف من الآن فصاعدا البرامج التي تبت على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب وعلى برامج الخاصة بالطعام أكثر رواج لها في هذه الفترة كل البرامج تول الآن أصبحت رواج غير عادي يعني يستعدون لصناعة الأطعمة التي لا حصر لها ولا أول لها ولا أخرى نعم سلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير صباح الخير ومباشر كيف حالكم الله يسلمك يسلمك نعم ونشيك يا ربك كله هو فيك هو الكلام اللي نسمع فيه اليوم كله يعتبر رفع همم لكل من يخشى الله بقلب يعني سليم كله هو فيك اللي ما عنداش همم المفروض يتأثر بموضوع زي هذا نعم في كل شيء في كل شيء نعم حتى العمل اللي فيه السيب واضح يعني نعم نبو همه في تسيب واضح نعم يعني إن الإنسان يمشي بكري نوت بكري يمشي بكري للعمل يحل الجرشة مايدورش سبله ومبرر ويطلع من العمل كله اللي تهمه توقيعه والراتب وخلاص نعم بعكس الشاب اللولين اللي منهم الوالد الله يرحمه يعني نعصى مضلة ما تنوت مضلة ما تنوت دائما 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 يعني مين أحلوعة تقاعت نعم هو نفس الوطيرة ما يرحمه تعالى توى شيخنا الفضل الشوارع يعني سبحان الله يا دعم تيخدمه 24 ساعة الشوارع زحمه حتى لما نقوله توى المفروض يشتغل وقال زحمة لا زحمة شوارع نفس الوقت المرأة نعم المرأة حتى هي تكون صاحبة همه أكيد تكون صاحبة همه والضحي من أجل أسرتها ومن أجلها المجتمع نعم أسعاد أسرتها وسعاد المجتمع نعم كذلك الوطنية نعم أنك تكون بفوعل همه من حيث بلادك مس سلبي نعم يعني سلبي بصراحة بشكل شكل شم نقول عليه وخلاص وين هلبة كان هذا رأي بلادنا قد لها من الوحي الهدايا واللي عايش فيه نعم وشكرا بارك الله فيك أم بشاير بارك الله فيك والله قبل لا ننسى أشكر طبعا الأخت أم بشاير على دائما نعمد أن مدخلاتها تذكرني ببعض المواقف والله قبل يومين شوفوا بعلو الهمة بالله عليكم وشوفوا الإنسان لما يحتسب هذه المواقف شم بيكون أجر عند الله سبحانه وتعالى والله حضرت وقفة احتجاجية لإغلاق على يعني بسبب إغلاق الدائرة الدستورية في مدينة مصراتة أمام مجمع المحاكم قبل يومين رأيت بأم عيني شخص جاي بالكرسي متاعها والله حاط شنطة في جنبه لما سئلوا عليها قالهم هذا قلبي قاعد في الشنطة أنا قلبي يخدم بهذا الجهاز شخص قلبه في شنطة جاي يحضر في وقفة احتجاجية والله سبحان الله ورأيت الشيابين أعرفهم شخصيا والله أعمارهم تفوق الثمانين والله تفوق الثمانين فيا لا معالي الهمم سبحان الله يعني قلت وحلق واجيين من أجل إذا أخلص هؤلاء الناس نيتهم لله عز وجل فلا شك أن مثل هذه الأعمال قد يحقرها الإنسان ولكن أحيانا تكون سببا في دخوله الجنة إذا احتسبها جهاد في سبيل الله عز وجل ومجاهدة الظلم والبغاه والطغاه يخطر على المجاهدة الإنسان لابد أن يجاهد نفسه فأسباب وسائل يعني أو الوسائل ترقية الهمم هي المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا إن الله لمع المحسنين الدعاء الصادق والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء هذا السلاح الفتاك الذي تركنا العمل به الله عز وجل يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اليوم ونحن وصلنا إلى هذه الحالة ونرى بأمي أعيننا ما السبب؟ السبب الرئيسي هو أننا تركنا الله عز وجل فتركنا الله عز وجل رب العالمين إذا تركته وإذا لم ترضى أن تعيش في كنفي فمن باب أولى أن يتركك الله عز وجل لنفسك وإذا تركك الله لنفسك فلن تكون إلا في في أسوأ الأوضاع السلام عليكم ورحمة الله وعليكم والسلام ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامك تحية طيب أستاذ علي بها المطابق بينما الهمم والعلماء والأولى الله والأفضل ما كان الوضع أسوأ لهذا الحقيقة التخافة والاستهلاك والإحباط والنظر يتسنت أعظمه ونمدير همه وساده أعتقد أنه حتى لو نشوه عم البسيط فهذا يشوف العمال لو تخدم من جئين من ألاف الكيلوبيترات يعني مش بشر هو الحقيقة نسأل الله أن نهدينا ونسألنا بعيوبنا وبرك الله في جوك الطيب أستاذ علي شكراً بارك الله فيك عم يونس بارك الله فيك والله خطها المتصلين دائماً وأبداً الاتصال هذا أحياناً يذكروني به أنا أنصح كل إنسان كل إنسان الآن يعاني من الفاقر ويعاني من الفقر ويعاني من وقاعدهم يحلل اسألوا خطروا على العلو والهمة اسألوا أي شخص صاحب شركة وصاحب مال ما نحكيش عليها أصحاب الدواعش المال اللي انغنوا في ليلة بلقى مرة دي لا أنا ما نحكيش عليهم نحكي على أصحاب الشركات وأصحاب أرباب الشركات والأعمال الذين نمت شركاتهم وكبرت بالتدريج اسألوا بعض الناس كيف بدأ عمله وشوفوا كيف الطموحة وكيف علوه وكيف كده كيف وصل إلى لأن الله عز وجل هو رزاق يا جماعة مفاتيح الرزق مفاتيح الرزق عند رب العالمين والله العظيم أحكي لكم قصة واقعية عن شخص الآن من ضمن هؤلاء سألته بنفسي كيف بدأت حياتك وكيف بدأت عملك قال لي كنت نطلع قال لي كنت نطلع الساعة الثانية في الليل عني وخويا الساعة الثانية في الليل شباب صغر قال نطلع الساعة الثانية في الليل ناخد قال نحط في 200 جنيه في جيبي ونطلع قال لي سوق الخضرة بالجملة ناخد قال بال200 جنيه هذي كنا اللي كتب ربي من الخضرة ونجي نقعمز في سوق البقالة وقال ونبيع ونبيع ما هيك يراه وقال باع لي لحسابات لحتى حاجة خود شكارة قال وحط فيه كيلي فلوس خود شكارة وحط فيه كيلي فلوس لعند الساعة 11 الصبح قال خلاص أروحوا بباقي الخضرة للحوش ونقعمز قال الحوش نمد كرعية وننكت كيلي شكارة قال بن كرعية قالوا نعد الفلوس المتين اللي طلعت مين قال نالجاهن 300 350 400 300 300 وهكذا والله قال لي بدأت حياتي إلا بهذه الطريقة اليوم أصبح يعني صاحب شركات وصاحب أعمال وصاحب يعني البداية وعلو الهمة أنت لما تعدي الإنسان تلقاه يمشي يطلع العصر يعدي يقعمز في قهوة لعند الساعة 12 في الليل لهم يقعمز في قهوة هذا صاحب وهذا يعيط ويقول للبلاد ما فيهاش عمل وما فيهاش شغل وما فيهاش هذا دنوب الهمة راته لما تنزل همة الإنسان ويصبح الإنسان ما عندهش همة وتلقاه يناقش يقعمز ويناقش في مسألة الدخول للمقاهي والجلوس فيها لليه حلال والله حوار أي عادي ما يناقش بيش يجد لنفسه فتوى وكانك أنت دوية هكذا ولكن يقولك يعني طواني هكذا عمز في القهوة يعني حرامه نحن ما قلنا لكش حرام لكن الكساد والكسل والفقر وعدم العمل وعدم السعي إلى خلف اللقمة الحلال هذا هو الحرام هذا هو الحرام واجب هذا يجب عليك أنك أنت تسعى لأن الأخذ بالأسباب هذا ما فيش مفرر منه يا ناس أراه الله عز وجل جعل الأخذ بالأسباب في كل شيء لابد من الأخذ بالأسباب يعني أنت ترسم لنفسك تصورات بدون الأخذ بالأسباب تبي توصل مستحيل لابد أن تأخذها بالأسباب ودائما وأبدا في هذا من خلال هذا المنبر نستشهد بالمثل اللي هو يعطينا دلالة واضحة على وجوب الأخذ بالأسباب قوله تعالى في سورة مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية بالله يعنيكم مرأة ضعيفة لا حول لها ولا قوة نفسيتها منهارة اتهمت باتهامات تحمل في بطن الذي حملته في بطنها من شدة ما رأت ومن شدة ما سبب لها شين قالت؟ قالت يا ليت أنا ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية أو نسيا منسية ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يرخص لها ترك الأخذ بالأسباب مرأة في حال المخاط ضعيفة نفسيتها منهارة وهي في حال المخاط ومع ذلك الله عز وجل والسؤال الثاني مرأة بتاخد جدع نخلة وبتهزة ما الذي ستؤثر في هذا الجدع بحيث يسقط الرطب لكن الله عز وجل لا عذر للإنسان بدون الأخذ بالأسباب قالها نوضي وهزي إليك بجدع النخلة بعدين الرطب ينزل بعدين الرطب ينزل لكن قبلها لا وهزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فاكلي وشربي وقري عين فهذه دلالة واضحة على أن الأخذ بالأسباب مفيش لكن يا باشا أنت تترك الحبل على الغرب وما عندكش همة وما عندكش يعني سياسة معينة بيش توصل لها وجيد قعمس تقعد تنظر وتقعد تقول لا يا أخي لابد أن تكون همتك عالية في كل شي راه في العبادة وفي العادة وفي طلب الرزق وفي الوظيفة أحكيت لكم من قبل بعض القصص في علو الهمة يا راه الإنسان لا يمكن إذا أخذ بالأسباب وأخلص النية لله عز وجل وكما قلنا وتضرع لله عز وجل بالدعاء ها وكرر التكرار والالتزام والدعاء لا يمكن أن راه تقف يقف شيء أمام الوصول إلى ما يريد مهما كان مهما كان هذا الطلب حكيت لكم قصة الشخص اللي قلت لكم حضرتني وشة عمل قبل سنوات ذكر الأستاذ الجزائري نسيت اسمه قصة واقعية لعلو الهمة شخص قال جزائري جاري قال في الجزائر عراد نعم نستقبل مكالمة هاتفية لو يدن وعطي لها نعم سلام عليكم سلام عليكم يا شيخ سلام طلابكات أهلا بك حكا شيخ بحي نصبب نزان حسناتك يا شيخ ونقولك الله يبارك فيه الله يرحم والديك في كل كلمة تقولها ونشكر نشكرك أنت واللي معاك والشيوخ كلهم وداعا التناصح كلها نشكركم على البرامج القيمة التي تجلبوا فيها والبرامج التي تهدفها والله نشكركم هلبة 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 بشاهد ربي والله ما شاء الله عليكم في كل شي والله الشيوخ تبارك الرحمن والله الشيوخنا تبارك الرحمن الله يبارك فيكم في كل شي شكرا شكرا والله نشكركم هلبة 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 وأنشاء ونشاء تكون حسناتكم وإن شاء الله كلكم فوق الجبلesta عرفات يا شيخ بارك الله فيك شكرا نشكرا يا شيخ نعرف لك يا شيخ البحك أنه نرى حد يسامحوا بعضهم هم حاجة التسامح يا شيخ و اللهي عندي ناس نعرفهم متخاصمين اللي هم طوال 6 سنين بل لا يعليكم سامحوا بعضكم بل لا يعليكم و اللهي قلبي موجوع نسمحهم لبعض ما نقولش يسامحوا سامحوا بعضكم في الشهر الفضيل بل لا يعليكم التسامح الدنيا رأى وعقابها موت وليقول كلمة خير وكلمة طيبة و اللهي يلقاها قدامها يا شيخ بارك الله فيك يا أخت والله ينبي الناس كلها تسامح بعضها والله الكل يوم موت يبكر يا شيخ و اللهي يا شيخ بالله يعليك بالله يعليك أنا أمنيتي أمنيتي إنه نبي حد يتبرعلي بمصحب كبير لأن عيوني ما يشبهوش باهي نبي نقرة بمصحب كتب كبيرة بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله أبشر إن شاء الله يا شيخ الله يبارك فيك بارك الله فيك إن شاء الله خير فهذا الأخ الجزائري يحكي على هذا الجارة قال جاءته رغبة جامحة في الوصول في حج بيت الله الحرام وذكرتكم هذه القصة أكتب مرة لكن لا بأس لأنها مناسبة بعلوي الهمة فقال جاء إلى يسجل في القرعة كل عام خمس سنوات أو ست سنوات ما حصلش القرعة بعدين قال جاء إلى ابنه وقال له ابعث إيميل إلى أمير أو ملك السعودية قول له أبويا يبيحش شوف البساطة أو شوف علوي الهمة فالابن استغرب ولكن قال لم يجد بدا ودور إيميل وبعتها وقال استمر هذا الإيميل يبعت له كل عام حوالي ستة أو سبع سنوات بعدين قال أحد أصدقاء أحد أصدقاء الرجل هذا قالوا له لو تبي تحج المفروض تبعت لأمير مكة قال وجدوا إيميل لأمير مكة قبل دخول العشرة بيوم أو اثنين فقال بعثوا له إيميل فما كان من ذلك الإيميل إلا أن رد على إيميل الباعث وقال له أنت مدعو لحضور موسم حج هذا العام على نفقة سمو الأمير وذهب فعلا إلى السفارة السعودية في الجزائر وقال تأشيرة والقال للمصرفات والتذكرة وذهب وحج بيت الله الحرام ولم يصرف درهما واحدا فشوفوا علوي الهمة فإذا صدق الإنسان مع الله سبحانه وتعالى وكانت همته عالية ودعى الله سبحانه وتعالى فإذا علم الله صدقه سوف يوصله إلى مبتغاه مهما كانت هذه الغاية طبعا ثمرات الهمة العالية والوقت يداهمنا من ثمرات الهمة العالية تحقيق كثير من الأمور التي يعني يعدها عامة الناس خيالا ولذلك بالمناسبة رأيت خبر في اليومين الماضيين عن خروج سيارة تم صنعها في مدينة غزة غزة العز سيارة باشرت عملها في قطاع الدفاع المدني سيارة من صنع أهل غزة المحاصرون هؤلاء المحاصرون الذين تكالبت عليهم الأمم وتكالبت عليهم الدنيا من كل حدب وصوب سبحان الله يعني استطاعوا بهمتهم العالية أن يصنعوا سيارة باشرة عملها في قطاع الدفاع المدني وما يميز هذه السيارة أنها سيارة إطفاء وإسعاف في نفس الوقت هذا شوفوا علو الهمة يخلي الإنسان يصل إلى أعالي المراتب وأعالي الأمور مهما كانت مهما كانت ومهما وصلت ولذلك بالمناسبة أيضا علو الهمة لما يصل الإنسان أحيانا إلى أشياء خيالية لا يصدقها ضعاف الهمة كما حدث مثلا في الانتصار الكبير الذي حققته حركة طالبان على أكبر وأعتقوة ظالمة غاشمة عرفتها البشرية وهو قوة أمريكيا لأن هممهم عالية استطاعوا أن يهزموا هذا الجيش أصحاب الهمم الواطية وأصحاب الهمم اللي هي متردية ومتكاسلة لا يصدقون مش راه يباركوا ولا يصدق لأنه أصلا همتة مهيش لوطة لذلك هو لا يصدق حتى أخبار أو ما يصل أو ما يصل إليه أصحاب الهمم العالية ما يصدقش تعالوا شوفوا وقروا في صفحات التواصل الاجتماعي فيه للآن الأمريكان بحكوماتهم وبالعالم الأوروبي والغربي واليهود والأمريكان كلهم عايشين في صدمة من جراء الهزيمة واعتراف كل هذه القوى بهذه الهزيمة وأصحاب الهمم المتردية وأصحاب الهمم اللي نازل للعطة هذي يوم اللي هما من مجتمعنا للأسف الشديد المسلم قاعد لليوم يقول لا والله مستحيلة تكون أمريكا تنهزم قدام طالبان ومستحيلة طالبان يهزموا أمريكا وهذه قوة لا يقهرها وكأن الله عز وجل غير موجود وكأن الله عز وجل مشفق موسى أن الله عز وجل قوة لا تغلب وقوة لا تقهر وأن الله عز وجل لم يحكي التاريخ أن أمة الإسلام انتصروا في معركة كان جيشهم الأكثر عددا والأكثر عتادا والذي نصر المسلمين في معارك العز ومعارك الذي نصر المسلمين على القذافي هنا في ليبيا ينصر المسلمين في أفغانستان على أمريكا نعم هذا نصر لا شك في ذلك باعتراف القوى الظالمة الغاشمة وكما قال باردا رئيس أمريكا قال أمريكا كانت مقبرة لكل الإمبراطوريات السابقة من قبل يسأل الله تعالى أن يرزقنا الهمة العالية وأن يوفقنا وأن يبلغنا رمضان ونحن بصحة وعافية وأن يوفقنا فيه للعبادة وللعمل الصالح الذي يرضيه عنا إنه سميع مجيب اكتملت حلقتنا في ختامها لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات عبر أثير قناة التناصح المرئية والمسموعة داخل البلاد وخارجها أصالة عن نفسي ونيابة عن كل هؤلاء تقدموا بالشكر الجزيل إلى كل العاملين في قناة التناصح المرئية والمسموعة في استوديو مصراتا وطرابلس أشكرهم جزيل الشكر على هذه الجهود التي تذكر فتشكر ونسأل الله العظيم رب العاشر الكريم أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم هذا ما وفقني الله عز وجل لطرحه في هذه الحلقة فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأا فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله والمؤمنون منه براء حتى التقيكم في مساحة أخرى ها هو علي عبد الحميد يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة